افتتحت مدرية أوقاف بني سويف 13 مسجدا جديدا بجميع مراكز المحافظة بتكلفة وصلت إلى 27 مليون جنيها وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف بزيادة أعداد المساجد الجديدة ليبلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 72 مسجدا يتي ذلك حرصا من الدولة على عمارة المساجد فيما تقوم لجنة من مدرية أوقاف بني سويف على متابعة المساجد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا هذه العمارة تقوم وزارة الأوقاف تحت قيادة معالي أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة نقوم اليوم في محافظة بني سويف بفتتاح 13 مسجد بفضل الله تبارك وتعالى على مساحة إجمالية 4000 متر وبتكلفة 27 مليون من الجنيهات وقد افتتحنا قبل ذلك بدءا من شهر سبتمبر حتى الجمعة الماضية على 59 مسجد ليصل ما تم افتتاحه في هذه المحافظة الطيبة أهلها ب72 مسجد حتى الآن بفضل من الله تبارك وتعالى ونحرص دائما وأبدا على الالتزام بالضوابط الاحترازية في ظل جائحة كورونا